نحب ننوه على أنه هناك كورس احترافي لتعلم تصميم الشعارات والإنفوغرافك على برنامج ألس ريتر دورة ألس ريتر المستوى الأساسي خلصت أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج ألس ريتر في هذه المحاضرة راح نعمل كيفية التعديل على قوارب الشعارات وكيفية استخدام شعارات برنامج فريبك طبعا في البداية نجي إلى خانة البحث وطبعا نختار فري وفكتور ورح نكتب في هذه الخانة لوغو ومن ثم طبعا نبحث راح نشاهد الكثير من الشعارات المجانية الاحترافي إذا ننزل هنا بالأسفل عندنا 618 صفحة كل صفحة تحتوي على الكثير من الشعارات وبالتالي راح نحصل آلاف الشعارات طبعا نختار الشعار اللي نشوفه مناسب وطبعا نعدل عليه من خلال برنامج ألس ريتر مثلا راح اختار هذا الشعار طبعا بعد ما نفتح الشعار نحمل الشعار بعد ما تم تحميل الشعار راح نفتح الشعار في مجلد طبعا نضغط كايمين واكستراكت وطبعا نفتح الملف المأغوط وطبعا راح نفتح الفايل للاي بي اس كالعادة داخل برنامج ألس ريتر جيد الآن فتحنا الشعار بداخل برنامج ألس ريتر وطبعا بإمكاننا نعدل عليه بالكامل سأحذف النصوص بي الأسفل طبعا بإمكاني أحذفهم من خلال أداة الـ Direct بهذه الطريقة وأيضا طبعا يتم الحذف بشكل احترافي بهذا الشكل طبعا بإمكاني أنه أعدل على هذا الشعار بالتفصيل يعني ممكن إذا أجي أفتح هذا الجزء وطبعا بإمكاني أنه أتحكم بي وأزيد من النقاط وأعدل بالنقاط وأتحكم بالشعار بشكل احترافي أيضا كل قطعة موجودة بإمكاني أنه أعدل عليها وأعدل على ألوانها بشكل منفصل وكذلك طبعا بإمكاني أنه أعدل على المقاسات يعني من خلال ممكن أداة الـ Selection Tool وإمكاني أنه أتحكم بهذا الشعار قطعة قطعة بشكل منفصل راح نتراجع باعتبار أنه الشعار جميل وجاهز وطبعا راح نحذف هذه الأجزاء اللي هو النص وراح أكتب النص الخاص بهذا الشعار طبعا راح نحدد الناس وراح أكتب جائزة عالم بها الاحترافي للإبداع الفني طبعا راح نختار فونت مثلا هذا الفونت وطبعا راح نختار حجم مثلا 48 ولا بأس طبعا يكون 60 وطبعا من Paragraph نجي إلى توسيط وراح تكون بهذه المنطقة طبعا بإمكاننا أنه نغير الألوان يعني ممكن هنا يكون عندنا اللون الأزرق الغامق وبهذه المنطقة اللون البرتقالي لا بأس بهذه الطريقة أصبح عندنا شعار جميل وطبعا هذا شعار Open Source مفتوح المصدر بإمكاننا أنه نصدره ونبيعه وأنه كل الحقوق وكل الحرية دورة Alice Reader المستوى الأساسي خلصت وطبعا هذه أغلب وأهم الأساسيات اللي ممكن نحتاجها في برنامج Alice Reader وطبعا نحب ننوه على أنه هناك كورس احترافي لتعلم تصميم الشعارات والإنفوغرافك على برنامج Alice Reader هذا الكورس راح يكون بسعر مخفض جدا لمشتركي دورة Alice Reader المستوى الأساسي المجانية راح يكون خصم لهم 80% وبالتالي هذا الكورس راح يكون بسعر 20 ألف فقط وطبعا اللي مشترك بدورة Alice Reader المستوى الأساسي بإمكانه أنه يحصل على خصم الكود ويشترك بهذه الدورة طبعا راح نبين أهم تفاصيل هذه الدورة لو جئنا على المحاضرات راح تكون الدورة مكونة من ثلاثة فصول الفصل الأول هو لشرح أساسيات برنامج Alistrator والفصل الثاني راح يكون لتصميم الشعارات مجموعة ضخمة من التطبيقات لتصميم الشعارات بطريقة سهلة تطبيق على أدوات التكرار وطبعا شرح الخط الكوفي المربع بطريقة سهلة واحترافية كذلك راح نمر على شرح الشعارات الذكية بثلاث محاضرات أيضا بناء الشعارات بطريقة التشكيل كخط الثلث والخط الديواني تكوين الشعار من الفونت طبعا الكثير من الشعارات تتكون من الفونت مثل شعار سامسونج وكانون والجي وهكذا التصميم بطريقة القالب باستخدام القوالب مثل شترستوك وفريبيك بإمكاننا أنه نصمم الشعارات من خلال القوالب الخاصة بهذه المواقع راح نشرح المساحات المفرغة بطريقة مفصلة وجميلة مع تطبيقات مميزة ورائعة الفصل الثالث راح يكون ليه الانفوغرافيك راح نشرح خطوات تحميل القوالب الجاهزة من موقع فريبيك والتعديل على هذه القوالب باللغة العربية ليصبح انفوغرافيك متكامل بعد ما شرحنا تفاصيل دورة الستريتر المستوى الاحترافي بإمكانكم الاشتراك بها مع الخصم بـ 80% من سعر الدورة نتمنى أن نشاهدكم من محترفي برنامج الستريتر